السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي? عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? نهاردة هعمل معاكم طواجن ام علي. من الطواجن الخطيرة جدا اللي بناكلوها صيف او شتا. اه في الشتا هتاكلها صخنة في حد فيكي. وفي الصيف تحطها في التلجة وتاكلها ساعة بتبقى طحفة جدا. وانا من الناس اللي بحبزها ساعة. شايفين جميلة وجوز ازاي? هنعملوها النهاردة بالطريقة المحلات. ايا فيه طريقتين لعمالها. احنا النهاردة هنعملوها بالطريقة بتاعة المحلات اللي هي اه بناكلوها برده بره في اي قفية بتبقى طحفة جدا. تمام? اه تعالوا نشوفو هنعملوها ازاي النهاردة? بقدرها سهلة او بسيطة وهي كمان سريعة في عميلها. تقدري في عشر دايات تعمليها. والمقادير زي ما انتو شايفين كده موجودة في البيت عندنا هو يمكن مكون واحد اللي هنشتريه من بره. في البداية بفكركم بالاشتراك في قناتي قناة غدا زين وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني وعمل لايك للفيديو لو عجبكوا واستفدتوا بي. مقادير بقى معايا زي ما انتو شايفين كده انا معايا نصف لتر من الحليب والحليب يفضل يكون حليب آآ بلدي كامل الدسم. وازا كان حليب شركات من المعبق ممكن تحطينه معلقتين من البودر علشان يزودوا الدسم بتاعته ويخلوا طعمه جميل جدا. آآ تاني حاجة معايا معايا الملفي. انا هنا معايا رأيين من الملفي. وكمية الملفي حسب حجم التوجل اللي انتي حطه فيه. انا التوجل معايا هنا وسط هياخد رأيين من الملفي. آآ في الاساس انتي بتستعملي. في الكافيات بيستعملوا اللي هي الوصفة الاصلية. آآ يا ملفي يا امتا كروسون يا امتا عجنة الباف بستري اللي هي بتبقى عجنة الملفي النية وبتسويها آآ انتي. فهماني ازاي بس دي طبعا نادر جدا ما حتلاقيها هنا يعني مش هتلاقيها تقريبا في مصر. آآ فاحنا بنستعمله لا امتا آآ ميلفي لا امتا آآ كروسون. آآ في الطريقة التانية اللي هي بيستعملوا فيها الرؤاء بس دي مش الطريقة الاصلية لعمل. ومعاي علبة من آآ من آآ اشطابوك او ممكن آآ وش اللبن ومعاي ربع كوباية سكر وباكوفاني. في البداية هشتغل على اللبن بتاعي اللبن غليته على النور. وبعد كده نزلت عليه بربع كوباية من السكر. وهقلب وهحط عليه آآ باكو الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده. وهرجع اقلب تاني علشان اتأكد ان السكر داب تماما آآ في الحليب بتاعي. آآ نسبة السكر اللي هو ربع كوباية من السكر على نصف لتر الحليب. دي كويسة جدا لعمل ومعالي علشان ما تبقاش محلية قوي وتبقى بتجزع كده. آآ معايا بقى الملفي دوت حد اكسطره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الملفي ده زي ما قلت لكم في آآ فيديو كوبات الملفي. وهسيب لكم فيديو كوبات بتاعت الملفي في سندوق الوصف من احلى الوصفات برضو اللي عملتها بالملفي. آآ الملفي ده انا باشتريه آآ زي ما قلت لكم من فتحالة آآ من البكر اللي في فتحالة او من كارفور او بتشتريه معلب آآ في كزا ماركة من احلىهم ماركة الطحون وممكن تشتريه من اي محل بيبيع آآ مستلزمات حلويات اللي هي المحلات اللي بيبيع حاجات الترط والجاتوهات والصوصات والحاجات دي تمام آآ الرئين دول انا كنت جايبة الطبق فيه تلات رئات من دول كان عامل حوالي آآ من عشر خمستاشر جين بعد ما كسرته بقى حاجيب البرام بتاعي تقدر تحطي في برام فخار او برام بايريكس او كمان سينية آآ آآ المونية او ممكن تجيبي الصواني الجهزة تمام قولتلكم كمية الملفي على حسب آآ البرام عندك قديم بتحطي كده تلتين البرام بعدين بتحطي المكسرات رئينا حطيت جوز هند وسوداني تقدري تحطي برضو آآ بندو عنجاما اللوز المتوفر عندك هقلب كده المكسرات على آآ الكتع الملفي بتاعتي وبعد كده هجيب الحليب اللي هو انا غالياء الحليب لازم يكون سخن آآ يعني يعني آآ اقرب لدرجة الغاليانة طبعا على مال ما قلبته وركبته على مال ما كسرت كده كان برد شوية بس مش برد قوي يعني سخن جدا برضو وحنزدله زي ما انتم شايفين كده على امه علي حتكي كده بالمعلقة علشان اشوف نسبة الحليب عندك وقسة ولا لا لازم نسبة الحليب تبقوا زي ما انتم شايفينها كده يعني بمجرد ما تضغطي بالمعلقة تبان كده الحليب معاك جبت بقى الاشتاب بتاعتي وزي ما قلتلكو يا اما تلا هتستعملوا علبة اشتابوك اقوى معلقتين كبار من وش الحليب انا هنا مستعملة وش الحليب اللي انا بجمعه من الحليب بتاعي حطيت عليه آآ معلقة من الحليب وحبدأ اقلقه علشان بس يفك معي واقدر ان انا اوزعه على وش امه علي ممكن تحطي كمان كريم شنطي بدل الاشتاب اجيب كده بقى البرام بتاعي وحبدأ اوزع على الوش زي ما قلتلكو الطريقة دي هي طريقة الكافهات والمحلات آآ لما هتعمليها بحد دقيها هي تمام بالضبط زي اللي بتاكليها من برة واحلى كمان. تمام دي الطريقة الاصلية لعمل آآ امه علي. ولا بقى تجيبي البيه كل هو الجاهز ده ولا تشغلي بالك باي حاجة من دي. ده دي افضل طريقة او احسن طريقة تقدري تعملي بها امه علي وطريقة غير مكلفة يعني. احنا ما جبناش حاجة من برة غير الملفي بس. هوزع كده على الوش كله اه الاشتاب بتاعتي مش هنحطه ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة عشان انا شفت وصفات في ناس بتحط سمنة وزبدة عليها. آآ مش محتاجة لان هي الدسامة كلها هتبقى في معلقتين الاشتاب اللي انا حوزعهم فوق دول. بعد بعد ما وزعت كده جبت آآ معلقة من السكر البودر وحدة ارشها كده على وش امه علي. علشان دي اللي هتساعد لي ان هي تاخد الوش المكرمل الجميل. في الوقت ده انا مولعة الفرن بتاعي شوية فقط ما بولعش الفرن من تحت آآ وحولها قبلها بعشر دقايق. قبل ما ادخل امه علي بعشر دقايق عشان الفرن عندي يكون سخر. حبعد الراف عن الشوية علشان ما تاخدش لوم بسرعة. تمام? هخليه كده على اول درجة في الفرن من تحت. وحولع الشوية وحسيبها لحد ما تاخد الوش اللي انتو شايفينه ده. وده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن بصوا خدت وش جميل جدا. انا بسوياش تاني. ما بولعش الفرن اسويها لان هي اللبن المغلي اللي انا حطيته على الملفي. آآ طر الملفي وبعدين الملفي شربوا. وهي دوبك. الشوية عطيتها لون وخلتها هتشوفوها وهي جوا الفرن هتلاقوها بتغلي بمجرد ان الشوية ولعت عليها. بص شكلها بقى جوسي وجميلة ازاي? آآ لو انت بتحبيها مش جوسي قوي كده هي كده زيها زي الجهزة اللي برا تمام. ممكن تقليلي نسبة اللبن اللي انت حطها. تمام? بتحبيها جوسي كده زي هتحطي نفس النسبة دي المقادير دي مظبوطة جدا جدا جدا. كانت عمها فعلا خرافة وجميل جدا. تقدري تعمليها فبرام واحد كده زي ما انا عملتها وتقدري تعمليها فبرامات زغيرة او آآ اطباق فويل زغيرة بتبقى جميلة جدا. وآآ لما بتبرد كمان ودخلتها التلاجة وبردت هتلاقيها آآ يعني شربت عن كده. دي كانت وصفتنا النهاردة اتمنى انكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه? ما تنسوش عمل لايك للفيديو واشتراك في قناتي لأول مرة تشوفوني. شكرا لكم ولمتابعتكم اشتركوا في القناة